بعد يوم واحد من إعلان بغداد صرف رواتب موظفي قيم كردستان من ضمنهم البشمرقة أكدت حكومة الإقليم أن المبلغ الذي تم صرفه أقل من المستحقات المالية للموظفين ولا يكفي حتى بطريقة نظام الادخار وذكر بيان لحكومة كردستان أن وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم لن تستطيع دفع رواتب جميع الموظفين من التخصيصات المنصوص عليها في الموازنة الاتحادية داعيا إلى مراجعة هذه التخصيصات كما أضاف البيان أن وزارة المالية الكردية ستضطر إلى ضم المبلغ الوارد من بغداد إلى عائدات نفط إقليم كردستان كما أنها ستضطر إلى دفع رواتب شهر 22 من العام المنصرم لموظفي الإقليم حسب نظام التوفير